بنتابع مع حضراتكم اخر تطورات مشروع توسعة كورنيش اسكندرية في الحلقة دي حنقول معلومات مهمة جدا وحتشوفوا معنا احدث تصوير للمشروع المشروع اللي بيبدأ من صور المنتزى واللي باين قدام حضراتكم دلوقتي في الصورة وبيمتد الحد صور المحروسة بطول 4.4 كم وطبعا من ضمن المسافة دي قطاع كان تم توسيعه اثناء تنفيذ مشروع نفق كباري شارع 45 المشروع اللي كنا تبعناه مع بعض قبل كده بداية من تنفيذه والحد ما تم افتتاحه كمان لو حابين تتابعوا معنا كل جديد في محافظة اسكندرية في وقت حدوثه وعلى الطبيعة واول باول ياريت دلوقتي تشرفوني بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم اشعار بكل الحلقات والاخبار والمتابعات الجديدة وياريت زي ما تعودنا لايك للحلقة وتقولولي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض انا اخوكم مراد محمود ويلا نبدأ المسافة اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي معايا بتعتبر من بداية المشروع من ناحية المنتزة ودي المسافة اللي تم ازالة الحواجز منها علشان يبان من وراها اللي تم في تنفيذ المشروع والحد الكبرى الجديد اللي تم انشاؤه قدام شارع 45 وشاطئ البوريفاج متوقع ان المسافة دي كلها يتم الانتهاء منها الشهر الجاي شهر مايو حيتم رصف الطريق الجديد اللي تم توسيعه وعمل التحولات المرورية اللازمة علشان يكون الطريق جاهز لاستقبال موسم السيف في محافظة اسكندرية الصور اللي حضراتكم شايفينه في الصورة ده الشكل الجديد لصور كورنيش اسكندرية وقلنا في حلقة قبل كده ان حيتم تعميمه في جميع شواطئ اسكندرية وده نفس شكل الصور اللي تم تنفيذه ناحية كبري 45 الجديد طبعا باين قدام حضراتكم في الصورة ان التوسعة واللي تم تنفيذها بعمق 15 متر في البحر تقريبا نفس مساحة اتجاه من شارع الكورنيش الحالي وكلنا عارفين المكان ده ازاي بيكون زحمة جدا طبعا الزحمة مش باينة دلوقتي لاننا مصورين في وقت متأخر من الليل لكن المكان ده دايما بيكون زحمة وخصوصا في شهور الصيف فتخيلوا معايا كده التوسعة دي هتعمل ايه تقريبا احنا بنزود شارع جديد لو اعتبرنا ان الاتجاه النازل والاتجاه الطالع عرض كل واحد فيهم 15 متر وعشان كده بيستوعب 3 حرات بس احنا كده بالتوسعة دي بنضيف شارع جديد علشان كده حيتم ترحيل الجزيرة الوسطى في الكورنيش الحالي علشان يبقى كل اتجاه 5 حرات وحترجع كل الشواطئ تاني في نفس اماكنها وبنفس مساحتها وعلشان كده بن قدام حضراتكم قبل كده ودلوقتي شكل بوابة دخول للشاطئ زي ما باين قدام حضراتكم دلوقتي في الصورة ورغم التصوير كان في وقت متأخر لكن شفنا مع بعض دلوقتي بعض المعدات بتشتغل بجد علشان يتم انجاز المشروع زي ما قلنا لحضراتكم وده تمهيدا لاستقبال فصل السيف في محافظة اسكندرية السنة دي طبعا المنطقة دي كلها تم الانتهاء من تجهزاتها واللي بتبدأ من انشاء حوائط للسند اللي بيتم الردم بداخلها باحجارة معينة وبعدين بيتم تعالية الطريق بسن ورملة علشان يتم الحفاظ على منصوب الطريق وطبعا هيتم رصف المسافة دي كلها وضمها للشارع بعد ما يتم ترحيل الجزيرة الوسطى زي ما قلنا علشان يكون كل اتجاه خمس حرات زي ما احنا شايفين المعدات اهي شغالة برضو لوقت متأخر من الليل طبعا كانت الاعمال توقفت شوية علشان اجازة العيد اللي فاتت لكن بعد انتهاء اجازة العيد على طول تم استقناف تنفيذ الاعمال يعني زي ما شايفين حضراتكم كل دي معدات شغالة في الطريق صبح وليل ما بيبطروش شغل علشان فعلا يتم تسليم المشروع وانجازه في وقت قصير جدا طبعا كمان كان تم فتح شاطئ في منطقة المندرة اثناء اجازة العيد لاستقبال الزوار وفعلا كانت فرصة كويسة جدا كفصحة للناس اللي راحت في العيد للشاطئ ده وفرصة كمان علشان يتم التأكيد ويكون بالدليل ان فعلا الشواطئ هترجع وحترجع في نفس مساحتها وفي نفس اماكنها كردل اللي بيشكك في الموضوع ده لكن تم غلق الشاطئ في الفترة دي لاستكمال تنفيذ الاعمال علشان يتم فتحه مع بقية الشواطئ بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع من اول صور المنتزى لحد شاطئ البوريفاج بيقوم بتنفيذ المشروع شركة الغربلي من الشركات الرائدة في مجال المأولات والاعمال الهندسية وكانت بدأت في تنفيذ المشروع مع نهاية موسم فصل الصيف الماضي 2023 وفترة قصيرة جدا ظهرت ملامح المشروع بطول المسافة كلها زي ما حضراتكم شايفين في الصورة كانت فصحة جميلة جدا النهاردة مع حضراتكم حبينا نغطي فيها معظم الأماكن اللي بانت للنور وبان آخر التطورات فيها وبانت شكلها على الطبيعة يمكن احنا دخلين دلوقتي على المكان اللي بيعتبر قبل كبري 45 الجديد على طول وقبل شارع البوريفاج في المكان ده حيتم وصل التوسعة الجديدة بالتوسعة اللي كانت تمت أثناء تنفيذ مشروع نفق وكباري شارع 45 ودي بوابة شاطئ البوريفاج واللي تم اعادته في نفس مكانه وبنفس مساحته زي ما حضراتكم شايفين وتم الانتهاء من التوسعة دي والصور اللي قدام حضراتكم ده تم تنفيذه أثناء تنفيذ مشروع نفق وكباري شارع 45 المشروع الأملاق الضخم اللي غير شكل المنطقة تماما وبقت منطقة سياحية وجميلة جدا زي ما حضراتكم شايفين وبقى مزار سياحي وفصحة لأهل اسكندرية وزورها شوفوا بقى في المكان ده الطريق واسع ازاي وقبارة فعلا عن خمس حراط ودي الملفات الجديدة اللي تم انشاءها مع انشاء الكبري المسافة اللي فاتت بقى واللي شفناها دلوقتي في الحلقة حيتم توسعتها علشان تكون بنفس الشكل ده خمس حراط علشان تستوعب عدد أكبر من السيارات وتقوم بانهاء تماما الزحام المروري اللي بيكون موجود في الأماكن دي وخصوصا في فصل الصيف قد ايه فعلا المكان ده بقى جميل والتطوير بيغير شكل المكان كله للأحسن مشروع توسعة كورنيش اسكندرية بيكمل كمان بعد المنطقة دي لحد فندق المحروصة بس لسه السياج موجود هناك يمكن في مراحل سبقى شوية يعني مثلا حاليا بيتم إنشاء حوائط السند وفي أماكن بيتم الردم بداخلها لكن حبينا نعرض لحضراتكم في الحلقة دي القطاع اللي خلص من المشروع ده اللي هو زي ما قلنا لحضراتكم من سور المنتزى لحد شاطئ البوريفاج علشان تباني الملامح العامة للمشروع وتشوفوا التوسعة هتبقى قد ايه وكمان نوري لحضراتكم دلوقتي المكان اللي حضراتكم شايفينه الجميل ده علشان تتخيلوا معنا التوسعة كلها هتكون شكلها عامل ازاي قد ايه التطوير جميل وقد ايه الشارع فعلا تم توسعته ليستوعب عدد أكبر من الحارات ومن السيارات بنحاول نتابع مع حضراتكم كل جديد في محافظة اسكندرية أول بأول علشان تتابعوا معنا المشاريع القومية اللي بتغير شكل اسكندرية للأحسن كمان لو حضراتكم حابين تتابعوا معنا كل جديد في محافظة اسكندرية في وقت حدوثه من أرض الواقع وعلى الطبيعة ياريت تشرفوني دلوقتي بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بكل الحلقات والمتابعات والأخبار الجديدة وياريت زي ما تعودنا لايك للحلقة وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا لايكة قم كان علشان نعرف بعض أنا أخوكم مراد محمود وشكرا لكم اشتركوا في القناة